صالون الكاتب الكبير الأستاذ إحسان عبد القدوس حتى بالنسبة للثورة كان شعار الثورة في المرتين عيش حرية عدالة اجتماعية يظل الحرية كانت الهدف اللي سعى إليه وسعى وراءه الأستاذ إحسان عبد القدوس ومن أجل هذه القيمة الصالون إحسان عبد القدوس كان دائما حريصا على كل الاتجاهات على كل الأفكار مثلما كانت مؤسسة روزا اليوسف ومجلة روزا اليوسف فكل إصدارات روزا اليوسف صباح الخير وغيرها كان الهدف الأساسي هو هذه الحرية التي نادى لها إحسان بالكتابة الصحفية وأيضا بالكتابة الروائية وحتى أفلامه في النهاية كانت تعبر عن حرية سياسية حرية اجتماعية حرية عاطفية حرية فكرية النهاردة هنبدأ هذا المنتدى أو هذه الاحتفالية بتكريم الأساذة الكبار اللي هم أقيم من خلالهم هذا الصالون العظيم الذي يحمل اسم إحسان عبد القدوس لكن في الأول أنا هادعو الأستاذ محمد عبد القدوس والأستاذ أحمد عبد القدوس لكي يشرفونا على المنصة يسعدنا في هذا المساء ونحن نحتفي ونحتفل بأستاذنا ونجم روزا اليوسف إحسان عبد القدوس سادة العزاء كنا نود أن نكون بيننا الليلة في احتفالية الأستاذ إحسان عبد القدوس واحدة من أهم الذين كذتنا روايته على شاشة السينما وهي سيزة الشاشة العربية فاتن حمامة لكن القدر شاء أن يحرمنا من وجودها معنا كل التحية والتقدير لفاتن حمامة ولانحمها الله نحن هنا في روزا اليوسف نحن هنا في روزا اليوسف نتذكر ونتعلم الكثير من سيرة حياة الكاتب الكبير والأديب الرائع إحسان عبد القدوس ابن الرائدة العظيمة فاطمة اليوسف نعم رحل إحسان عبد القدوس بجسد لكن بقي إبداعه شامخا يتحدى الزمن بقيت مقالاته المهمة عن الأسلحة الفاسدة وحرب فلسطين سنة 1948 وبقيت مقالاته الجريئة عن الحرية والعدالة والديمقراطية بقيت أراء الشجاعة في السياسة والأدب والفكر والفن بقيت دعوته الدائمة لحرية المرأة وحقها في الاختيار بقيت قصصه القصيرة ورواياته التي استمتعنا بقراءاتها ثم شاهدناها مجسدة على شاشة السينما قام بغطلتها نجمات ونجوم السينما المصرية من ينسى روائعه أنا حرة لا تطفئ الشمس دمي ودموعي وابتساماتي أين عقلي البنات والصيف أنف وثلاث عيون الله معنا وغيره من ينسى بابه الصحف الشهير أمس واليوم وغدل ثم على مقهى في الشارع السياسي ومن ينسى أحاديسه في الإزاعة إحسان عبدالقدوس دفع ثمن مواقفه الوطنية والسياسية سواء في عصر الملكية أيام الملك فاروق أو أيام الجمهورية عندما اختلف مع الرئيس جمال عبدالناصر وسجنة بسبب مقاله الشهير الجمعية السرية التي تحكم مصر نحن في هذا المساء لا نحتفل بذكرى الغياد ولكن بذكرى حضور دائم لقلم وكتابات أشهر وأكبر نجوم مدرسة روزا اليوسف مدرسة الحرية والتنوير وكما كان إحسان يختتم أحاديسه في الإزاعية بعبارة تصبحوا على حب دعوني أختتم بها كلمتي وأقول لكم أهلا بكم وتصبحوا على حب شكرا بزيارة دلوقتي فيه كلمة لأسرة الكاتب الكبير بمسادة إحسان عبدالقدوس حيرقيها زملنا أنا صغير أنتم شوفها في البيت عندنا فاتح حمامة على كتاب وصلها جدا من إحسان عبدالقدوس أجمل أفلام فاتح حمامة من قصص إحسان عبدالقدوس بدأ التعاون بينهم في الله معنا ثم توانت الأفلام الطريق المزدود لا أنام لا أنام هذا كان تطور مهم جدا في حياة فاتح حمامة إن هو قامت بدور بنت شريرة فاتح حمامة كان دايما تقوم بدور المظلومة لا أنام حصل تطور جذري فقامت بدور الفتاة شريرة هم أعمال والدي لا تطفئ الشمس فاتح حمامة هي بطن بعد رجوحها إلى مصر في أول السبعينات عملت فيلم ما حصلش قبل كده في السنة المصرية وهي إمبراطورية ميم نص دسة أطفال نص دسة أطفال هي المسؤول على وعلي كده رأينا الخطة الرفيئة وهي من أجمل أفلام المصرية فاتح حمامة ما الذي أجمع فاتح حمامة وإحسان عبدالقدوس حب الناس اللي هو الحب المتورس اختلافات ممكن نختلف كل حاجة لكن منحب أشخاص بعينهم منحب إحسان عبدالقدوس منحب فاتح حمامة فاتح حمامة إنسانة محترمة احترمت نفسها واحترمت فنها واحترمها جمهور وكانت جديدة في لقب سيدة الشاشة العربية النقطتين بقى اللي أنا عايز أتكلم عنهم نقطة الأولى مهمة جدا 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 في حكمة بتقول وراء كل عظيم امرأة وراء كل عظيم امرأة أنا دائما كنت متساءل طب ليه هي وراء ليه هي مش جنبه يعني ليه شمعان هي وراء حياة إحسان عبدالقدوس فيها الإجابة وهي والدتي الله يرحمه كل المجد اللي احسان عبدالقدوس ده صاحبة الفضل الأول أمي هي بكادش عايزة نادرة ما أعمل الأحديث الصعفية هي دائما في الزل دائما في الخفاء المسل وراء كل عظيم امرأة يتطبق عليها يعني يتطبق عليها تماما أهم قصة له وهي لطن في الشمس كتب يقول أهداها لأمي فكتب يقول لها شوفوا الكلمات الريبة إلى السيدة التي عبرت معي ظلام الحيرة والحب في قلبينا حتى وصلنا معا إلى أشاطئ الشمس إلى الهدوء الذي صانى لي صورتي والصبر الذي رتب لهفتي والعقل الذي أضاء فني والصبر الذي غسل أخطائي إلى حلم صبايا وزخير الشباب وراحة شاكوختي إلى زوجتي والحب في قلبي أهداها في كلمة تانية كلمة تانية كتبها عيد جوازهم يقول إيه ما فيه جوازهم بعد حوالي ربع قرن من الزواج أنت وأنا ولدنا اليوم لم تكن لنا حياة من قبل ولن تكون لنا حياة إلا معنا أنت كل الحياة أهداة أي نقطة قولة لكل الناس يزين تعرفها فضل أمي على أحسان عبدالكدوس النقطة الثانية وهي أن أحسان عبدالكدوس متعدد للمواهب وهذا أمر برضو لا تجده إلا قليلا بين الشخصات العامة يعني هو صاحب أكثر موهبه في وقت واحد وكل موهبه هو في القمة يعني الناس عارفاه كاتب قصة لكن هو قبل أن يكون كانت القصة من طراز الأول هو صحفي من طراز الأول بدأ حياته صحفية من طراز الأول وروزا اليوسف رفعها إلى القمة وبعد ذلك عندما انتقل إلى أخبار اليوم رفع أخبار اليوم إلى كسر حجز المليون لأول مرة في تاريخ مصر ومنطقة عربية كلها ما كانش فيه جرنال يوزع مليون نسخة حسان عبدالجوز خلى الجرنال يوزع مليون نسخة رغم أن فيه رقابة وكانت صحافة متخلفة وعدد سكان مصر أساسا كان 30 مليون فإحسان عبدالجوز صحفي من طراز الأول إحسان عبدالجوز أديم من طراز الأول عبر عن المرة أفضل تعبير وهو يحتل رقم واحد بين كل أدواء مصر في القصص والتي تحولت إلى أفلام ولا ينفسه في ذلك سوى نجيب محفوظة إحسان عبدالجوز كاتب سياسي من طراز الأول أحدث ثورة في الكتاب السياسية قبل أحسان عبدالجوز كانت كتابة متخصصة لأننا نحن متخصصة يكتب في السياسة لن يكتب في السياسة بعد إحسان عبدالجوز على مقف الشرع السياسي جيبست خالص الكتابة السياسية حلاء ملك الجميع أشكركم بإذن الله خير والصلاة ورحمة الله الأساتذة الكبار اللي هم حملوا صالون إحسان على أكتافهم وبمجهودهم وبعبخرياتهم وبعطاءهم بس قلنا قبل ما نكرم هؤلاء السادة الكبار في تكريم فرض نفسه علينا كمفهود مدام فاتن تكون موجودة معنا النهاردة فاحنا أول تكريم في صالون إحسان حيثا للفنانة الكبيرة فاتن حمامة بسم الله الرحمن الرحيم كل سنة وأنتم طيبين جميعا والحقيقة النهاردة فرصة جميلة الحقيقة إن احنا نكرم أسماء غالية على المصريين كلهم ومن مكان أيضا غالي على المصريين لأنه هذا المكان كان دايما بقرة للنور نور التنوير ونور الثقافة وأجيال كتير جدا قدرت من روزة ليوسف وصباح الخير ومن كتابات راحل إحسان عبد القدوس يبقى لها فكر وليه يبقى لها رؤية وتفهم يعني إيه فن ويعني إيه كاريكاتير ويعني إيه الريشة قد تكون أكتر من ثلاثة أربع صفحات بتعبير بالعكس تفتح أفاق للتفكير هو أصده إيه أحداث كتيرة جدا وتاريخ تقرخ من هذا المكان وبالتالي يمكن إسواء اللي فات أنا كنت في دار المعارف وكنت في دار الهلال والنهاردة في مؤسسة روزة ليوسف تأكيدا لحاجات كتيرة جدا أن الدولة لن تترك أبدا مؤسساتها الصحفية الدولة أيضا حريصة على تخليد أسماء كانت هي لما نتكلم على قوة مصر النعيمة كانت بلا شك إحدى هذه القوة اللي أكدت وحفرت خطوط في الثقافة المصرية واللي فعلا عمرها ما هتتنسى لأنها بصمات كبيرة جدا وخطوات كبيرة جدا في طريق كبير طريق الثقافة طريق التنوير أنا كنت حريص الحقيقة لما دعوني النهاردة لتكريم اسم يعني عزيز علينا إحسان عبدالقدوس وعزيز على جيلي أن أنا أكون موجود في مؤسسته واسطولاده وأقول لهم أن مصر قلبها كبير مصر الثقافة مصر الحضارة مصر التنوير قلبها كبير قوي وعمرها أبدا ما يعني بتنسى أي واحد اشتغل وتعب وفكر من أجل مصر وبلا شك الراحل إحسان عبدالقدوس كانت مصريته وكان حبه الوطن لآخر دقيقة وكتاباته شاهدة على كده لأن كتاباته الحقيقة خالدة النهاردة أيضا اسمحوا لي النقف دقيقة حداد على المرحومة فاتر حمال أنا معرفش أنتم وقفتوا ولكن أنا أشارككم بلا شك هي ترجمة بعض هذه الأعمال في الأفلام ودايما بقول العمل والفن الرفيع صاحبه ممكن ينتقل إلى دنيا أخرى وعالم آخر لكن بصماته دايما بموجودة فأنا سعيد أن أنا أكون بينكم بتوجه بالشكر ولكن أنتم تحملوا أمانة كبيرة اسم مؤسسة كبيرة يجب أن نحافظ عليها يجب أن يكون لنا ليها برضو دور كبير جدا في المرحلة الجاية في إحياء الثقافة المصرية والتنوير وأيضا مهم جدا أننا يكون عندنا مساهمة في ما النهاردة يكتب من ميثاق الشرف الصحفي مهم جدا أن يكون لكم بصمة وأنا عارف أن النقيب ومجموعة كبيرة من رجال الإعلام ومن المثقفين والصحفيين بيعدوا مسودات القانون أرجو أن يكون لكم جميعا نوعا من الاتطلاع على هذا ولكن في الأول وفي الآخر أنا سعيد أن أنا أكون بينكم بحي هذه الذكرى ويعني في جميع الأحوال أنا كنت جاي لروزا اليوسف لأن لما رحت ويمكن أنا قلت لكم أنا جاي مؤسسة روزا اليوسف عشان بقى نشوف إيه اللي مطلوب كيف نستطيع دعمها إنتوا عايزين إيه لكن عمري ما هنسى أبدا في كل موقع أن أنا أشكر كل العاملين ونبدأ بالعامل اللي على المقبعة بنشكره بنقوله أنت شرت كتير معانا وعارف أن المؤسسات دي عايزة تجديد وعايزة الدنيا بتتغير والتباعة بتتغير ولكن الكفاءة ساعت بتعود كثير جدا من محدودية الموارد بكفاءتكم إن شاء الله روزا اليوسف تستمر ولأن دايما العقول هي مش الفلوس العقول هي اللي بتغير وهي اللي بتجيب الفلوس ربنا وفقكم ونقال سعيد الحقيقة أني أنا أكون بينكم السلام عليكم هنستبخي بس هتبخي معانا شوية عشان فيس عشر دائم عشر دائم هنكرم هنوصل التكريمات عندنا تكريم باسم الراحل طارق حبيب لو حد موجود حرم لو سمحتوا يا جماعة حرم الإعلامي بين العزيزين في عام 1993 أنا أكون أول مشرف على هذا الصالون قبلته بترحيب شديد رغم أنني لست لا فنانة ولا روعية ولكن لأنني أعمل بالحقل السياسي وأعرف قدر الراحل إحسان عبدالخدوس في الحياة السياسية ودوره الشجاع في مواجهة النظم المختلفة والتعبير عن رأيه بحرية فقد تحمست لذلك وكان هذا الصالون شعلة مضيئة استضفنا فيها وقتها السادة دكتور مصطفى خليل والأستاذ محمد حسين هيكل والدكتور ساروة عكاشة والأستاذ حمود السعداني وغير مما نرفق مسيرة الراحل العظيم وأنا أنتهز هذه المناسبة لكي أؤكد أن الأستاذ السادة عبدالخدوس شكل جزءا كبيرا من وجدان الشعب المصري منذ أربعينيات الخرن الماضي حتى رحيله وسوف تظل قيمته راسخة في أعماقنا جميعا روائيا وأديبا وصحفيا وسياسيا وأنتهز هذه الفرصة لكي أؤكد أن الرجل امتلك دائما القدرة على التوازن بين التحرر والتحفز لم يكن مبتزلا لم يكن مسفا ولكنه كان دائما رومانسيا راقيا أثر في جيلي وفي الأجيال التي ثلت والأجيال التي سبقت تحية للأساس سنعد قدوس في ذكرى بعد مضي رجع خرن على رحيله وتحية لأسرته ولكل الحاضرين من مدرسته الصحفية وزملائه وتلميزه وأتمنى لأسرته كل التوفيق رحمه الله دائما في مثواه الأخير وشكرا وأستاذنا الكبير وأستاذ لويس جليس وتطيع حقوق أمامكم لذلك أن أدمايا لا تطبيع الهياني على الإنس ولذلك سأتحدث ونجالس في مكاني اليوم وأنا قادم إلى هذه المؤسسة فذكرت ذلك اليوم منذ سنوات طويلة عندما صحبنا أستاذنا الفاضد الراحل أحسان القدوس لكي نضع أثر الأساس لهذه المؤسسة وأذكر أننا في ذلك اليوم أخذنا عددا من الصحف الصادرة وأيضا كان أستاذ أحسان القدوس على مكتبه كان قد وصل إليه منطار يقول له أن هذا الدين بكي يبع فيه أول كوبة في بناء مؤسسة رودا يوسف الكبيرة وكان أحسان القدوس لأن تكون مؤسسة رودا يوسف عشرة أدوار والدور الحادي عشر كان يتمنى أن يكون مرسما يجلس فيه رسال ورودا يوسف لكي يؤدعون سواء في الكاركاتير أو في رسم البورتري أو وإنما يجي إليه كل الفنانين والرسمين الذي قد لا يتذكره أبناء هذا الدين أن اشتغال الفنان تشكيلي بالصحافة كان يعتبر نوع من ارتكاب المعصية كان خبيلي الفنون الجميلة يعتبرون أن الذي يذهب إلى الصحافة ويرسم هو يرتكب يعني خطيئة لا تقتفر وكانوا دائما يقولون هذا لأستاذنا الراحل حسين بيكار أحسان القدوس هو الذي وقف إذا كانت الفنانين لكي يفضعوا لوحاتهم وخصص مجلل صباح الفير وغلافها بالتحديد لكي يكون جوحة فنية كان حريصا على أن يكون غلاف صباح الفير جوحة لفنان وفي تحديد ربما يكون هناك صفحة تقدم معرضة للفنان الفن التشكيلي كان يعني نوع من الاختمام الشخصي لأسان الخطوص لأنه كان يريد أن يرتقي بالذوق العامل كان يريد أن يجعل الإبسان الماضي يتدوق الفن ويسعد به من هنا الخطوص فبذكرت هذا وأنا فبذكر من هذا لكي أقول أن نختمع صدوص الذي رعان ونحن شباب وأخذ بقصواتها لكي ننخذ إلى جواره وأن نكون من أبناء رودة اليوسف الذين يستطيعون أن يكون قصواتها في رعاية الشعب وفي خدمة من أحسان الحبوص وضع الخطوة الحونة في أن تكون رضا جمز الدار ومدابة لكون مدابة عن ضر ومدابة للإحبار للصفية أن يسي في الحياة في كل القوة دفاعا عن الحق والخير والجمال شكرا فضلا ومدابة عن الله ندعون لنلقي كلمة بسم الله الرحمن الرحيم سعين ومتشرف تماما بوجودي بينكم في هذه المعي الرائعة من الكتاب والمفاكرين احتفاءا بالكاتب الرائع والعظيم والمجدد بل والجسور لأنه كان جسورا في عدة اتجاهات جسورا في انه كتب فيه الرومانسية اللي كانش حد بيخلر يكتب فيها كتب فيه السياسة بشكل كبير جدا مدافعا عن الوطن وعن الرأي الاخر الذي يكون معارضا بالسياسة مكافحا في هذه المؤسسة العظيمة اللي انجبت كتاب ورسامين واصبحت فعلا رمز وعلامة بين المؤسسات الصحفية في العالم انا سعيد ان اكون النهاردة بنحتفي بخمسة وعشرين سنة على وفاته وهو الرجل الذي عاش بيننا وسيعيش بين الجانون القادمة وشكرا نبيل عبيد وطبعا العلاقة بين مدام نبيل وبيل وساد احسان علاقة فنية وعلاقة انسانية جزء كبير من ابداع نبيل عبيد كان وراه فكر وإحساس وادم احسان عبدالخدوسي شرفنا وجدع وتتفضل معنا من وسائل خير عليكم جميعا وانا مش عايزة اكون بكرر كلامي كل مرة بس هو دواقع ولي حقيقة يعني اذا كان انا لي اقول كنابيل فيرجع باختيارات المنضوعات الاستاذ احسان عبدالقدوس هو اللي كان بيخضر حالي بداية من اردوك اعتني هذا الدواء منتهي بالرقص بالرقص او سياسي وكان طبعا خلال افلام برشح حالي كان بيكبها المنضوعات شرفنا وجوده معنا مصطفى فانا مدينة بمشواري للكاتب الراحل العظيم استاذ احسان عبدالقدوس هو اللي اختار لي كل الموضوعات اللي انا عملتها واللي عملت النجاح الكبير شفته من رواياته في ملحوظة برضي تانية من نصايحه الى اهالي احب اولا حولها انا حطتها في ذهني عايزة اقولها اه هو مرة كان نزلي فيلم ف انا اخدت رأي بالتليفون قلت له ايه رأيك نعمل كل افيش المختلف قل لي اوعي قل لي خلي افيش ينطبع في ذهن اللي ماشي في الشارع ورايح وجيدة خلي افيش واحد ينطبع في ذهن المشاهد علشان ما تغيريش ما تعمليش فدي من النصايح اللي انا عملت بيها واللي كنت حريصة عليها دي حاجة اول مرة اقولها من ضمن حاجاتهم كتير ونصايحهم كتير بس دي اول ما انا انا اموح بيها وقولها وووث يغلق شكرا شكرا شكرا